من النمسا ميديا أحييكم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم وفي خبرنا الأول رفضت وزيرة السؤون الأوروبية النمساوية كارولين إتشتادلر رفضت فتح تحقيق ضد خفر السواحل اليوناني وذلك بعد غرق أكثر من 500 مهاجر في البحر قبل أسابيع وأشارت إتشتادلر إلى أن المهربين هم المسؤولون عن هذه الحوادث وعبرت عن ثقتها في التحقيقات اليونانية وفي نفس الوقت نفت وقوع عمليات إبعاد قصري على الحدود الألمانية النمساوية وأكدت أنه بعد الاتفاق بين وزراء الداخلية الأوروبيين سيتم احتساب الأعباء السابقة في قضية اللجوء مؤكدة استعداد النمسا لاستقبال المهاجرين الجدد أو دفع تعويضات وفقا للاتفاق